يعني في لقطة أنا مش هقدر أقول الشخص بس أحد الرؤساء دول أوروبا الكبار أحد الدول الاتحاد الأوروبي من اللي بتصرف على أوروبا في مواطن يكاد يكون حيمسك فيه يفترسه يفترسه تمام؟ قال له أنا ومراتي مش عايفين نعيش في دولة أخرى هي اللي بقى اللي بتنفق يعني بشكل رئيسي على أوروبا غير ما نذكر دول بقينها يعني النهاردة مواطنيها بيسيبوا الدولة دي بيروحوا دولة مجاورة عشان مش قادرين يدفعوا مصاريف الغاز طبعا حضرتك عارف أنا بتكلم على إيه بيصرف إزازة زيت في الأسبوع ولما نتكلم على إزازة زيت بقى لو سمحت تطلب مني تفسير على بعض الناس اللي قالت إزازة زيت واحدة وكي نرجع لها يعني عشان الناس فهمت غلط الظاهرة دي منيجي نشوف في أمريكا نفس الكلام نفس الكلام فإحنا أحسن؟ أيه أحسن أحسن ليه؟ لأن إحنا ضعفاء المواطن المصري ضعيف وبالتالي قيادة السياسية تشعر بهذا الضعف فدايما بتحلق عليه دايما بتحط له تحميه آه حماية دعم نقدي دعم عيني تكافل وكرامة حياة كريمة آه تأمين صحي آه يعفين منك في نوع من الحماية أنا مع الحماية؟ أيه أنا مع الحماية قولة نواحد ليه؟ لأن إحنا بننمو ولأن المواطن بتاعنا لا يتحمل ما يتحمله المواطن الخارجي عشان لما الناس تسمعني بقول أنا بقارن الوضع المصري بالوضع العالمي مافهموش إن أنا بقارن لأ أنا بقول تأثير الأزمة على العالم كله شكله إيه؟ معالجة الأزمة على مستوى العالم مقابل دولة فقيرة بتنمو زينا إيه؟ عشان فيه ناس بتسألني أسئلة بديهية جدا من مواطن بسيط هو إيه؟ علاقتنا بأوكراني هو لما أوكراني يتحارب مصر تتأثر إزاي؟ أنا هدي لك أمثلة بسيطة لما طن الأمح طن الأمح مش عشان هو أوكراني طن الأمح في العالم كله يرتفع من 240 دولار 490 دولار الضعف الضعف إنت كدولة تتحمل كان في التسعة مليون طن اللي إنت بتستوردهم علشان تدي للمواطن المصري البسيط رغيف العيش الصبح ترجمة نانسي قنقر